السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في وصفة جديدة اليوم نحضر كيك او كنافة اللي كطيبنا صراحة زوين بسافة لديدة ومقادرها بساطة جدا وضغية كتو جدنا غدي تجربوها وغدي تطوقو حتى عم اخر صراحة للديد بزاف وانا متأكد انا جربتوها غدي تنال اعجابكم فعلا كتستحق الجريبة لا تنزوش تخليوا ليها لايك والكومنتار هكالي تعم الفائدة اول حاجة غدي نحتاج واحدة رابعة ديال الكونافة هاد الكونافة هذي كتبها في اي محل ديال حلوية بلعبار ممكن اعتكارها بانس كيلو مهم على حسب نتري شنو بانتي اه تقريبا رابعة بعشرة درهم ومية وخمسين على حسب النوعية ديال الكونافة من بعد هنا كنحتاج تقريبا واحد رابعة معالقة كبار ديال الزبدة نوازك اللي بطبيع الحال اللي كنخليها محتاجة كتبتو لي بحلد اللون هاده ومن بعد قعد باش كانت ننضيزها من بعد هنا كنزيد لاجمعلك كبار ديال السكر غلاسي وايضا وجمعلك ديال الزيت هكا سافي من بعد هنا غدي نحاول اني نلبس مزيان هاد الكونافة بهاد الزيت وازبدة وصكر غلاسي لها هنه سافي من بعد غدي نجيب واحد المول تقريبا انا عندي في هنا تقريبا انا 24 سنتيم ممكن تدرو صغر منه ممكن تدرو هذا اللي عندكم انتو ما اللي تديره سافي من بعد نحاول اني نبسطها ونحاول نطلع الجواني بكيف ما لاحظوا هكا باش مني كتطلع طلع لنا الحشوة مني كتطى بنا مكتفيت مناش على المول ديالنا انتو ما كيف ما لاحظوا قد نحاول اني نضغط عليها مزيان 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 وبنسبة والهدي ساهل من هذا ما لاحظوا شك الشر او اه مزيان 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 كنش لوقت ولا شي شي حاجه ولا يحاول اوها كنا نحاول انكم تدروها سوف نجيبو هات لابا عاي هذي السراحة سنتيكون من جوج ديال البيضات المينة كرام ديال السكر سنيدة وعندنا اه ميز كرام ديال الوز اللي كيكون خضر وكنتحنه ومن بعد هنا غدي ندي جوج البيضات نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة لا تكون حلقة دايبة هذه كانت لدي لجلاتر لا تكون دايبة ستكون مواخدة درش حرارة المطبخ من بعد نضيف الخميرة الحلوية من فئة 4 جرم نضيف الزبدة 100 جرم نضيف الزبدة تقريبا من 120 جرم جوجة البيضات وممكن تتعود بسكر غلاسي او سكر سنيدة من الأحسن نضيفه السكر غلاسي وتهكره جيدا سوف نضيف الخميرة 4 جرم سوف نضيفه 4 جرم نضيفه بيضة سوف نضيفه ونضيفه نضيفه لطوكت تتخن على 170-180 دراجة ومن ثم يتخن نضيفه من ثم نشوفه من فق نضيفه ونضيفه اخدو انا ضغي البنات سياردو الفقره ضغيك تحمر انا را كنت شوي اغفلت عليكم كنت حرق كل شي. را انتم ما تلاحظو معنا. هنا من بعد انا هتدلو ندلو معلقة كبيرة ديال انشاء ولا ممكن تطقيق. امو الافضل ان انشاء لك انت عندكم. سوف يمكن نخلطو هادنو والخليط ديالنا او الحشوة اللي ممكن نعمر بها الكنافة ديالنا. سوفي نحاول ان اني نحيت هاد الشي من احدها. سوفي من بعد غدي نكب الخليط ديالي هنا لو سوف تزيدون لك هاد الفانيك ممكن تزيدوها ممكن ما تزيدوهاش متو ما على حسب الاختيار ديالكم طبعا الحال. وكان اكد علي الزبدة كتكون بومات ما كتكونش دايبة البنات. باش ضغيط طيب لكم زيان. سوف يولاد الاثناء هادا غني نجيب واحد لاسباتيو لهاكا وغدي هنحاول اني نفرغ هاد هاد الخليط هادا في هاد المول هادا. انتوهما كيف ما لاحظو. عفتالة صراحة كتجيبنينا وهموية حتى تسواها في المائدة ديالكم. كتجيزوينة بزاف وحتى المدق ديالها رائع جدا. عادي تجربوها وغادي تشكرون عليها بزاف بزاف متخليوتي خليوليها لتعريقة ديالكم الرائعة. وشوفي بغاية نحضر لكم علش اللام. صافي من بعد هنا غادي نجيب واحد اللوز ايفيلي وغادي ندردروا عليها من الفوق. هاكا ونخليها كي ما قلت لكم الطيب علا خطر خطرها. حتى كتبنا بزيان انتك طبقة من الفوق كتكون تمس كرينة وكنشوفو هاكا طعبتنا. اه باش كي يكون كنت تأكدو ان البيت طعب وكون شيري هو هادا. صافي وكننقدموها بصحة وراحة انتم ما تلاحظوا معي. ما تتنساوش وانتبخلوش عليها بلايك ديالكم واشتراك في القناة باش توصلوا بجديد الفيديو هاد ان شاء الله الجاية. وفرجة ممتعة. اشتركوا في القناة